الحبات الكرامة سيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من الفضاء الشادية ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية العربية لهذه النمسية استقبلت صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هندى ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبيرة استقبلت وفد مجموعة المستشفيات التركية مديكال باركا العملت في مجال الطب والجراحة في شتى التخصصات الطبية وذلك بهدف تفعيل وتنشيط التعاون المشترك بين مجموعة المستشفيات ومؤسسة القلب الكبيرة تقرير زميل رشاد حسن طهر تدخل مقابلة رئيسة مؤسسة القلب الكبير لوفد مجموعة المستشفيات التركية مديكال بارك الذي جاء إلى البلاد بهدف تفعيل وتنشيط التعاون المشترك بين المجموعة ومؤسسة القلب الكبير التي أنشئت من أجل الوقوف مع زويل احتياجات الخاصة وإعانة المرضى من الأطفال وتقديم العون المباشر لهم المقابلة التي حضرها بعض أعضاء مؤسسة القلب الكبير شرح فيها الوفد لسيدة البلاد الأولى هند دي بيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسستهم الرامية إلى الإنسانية خاصة إعانة ومعالجة المرضى من الأطفال الذين يواجهون أمراض مستأصية تحتاج إلى عمليات جراحية كما أشهد بالدور الذي تقوم به سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير في إنقاذ حياة المرضى رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند دي بيتنو أكدت بأن مؤسستها تعمل وتتعاون مع ميديكال بارك مجموعة المستشفيات التي تقدم رعاية صحية عالية ومعتمدة من قبل اللجنة المشتركة لجودة الرعاية الصحية والتي تندرج في سياسة الحكومة الشادية الرامية إلى معالجة ومحاربة الأمراض مؤكدة بأن مؤسستها تتعاون مع ميديكال بارك التي تعد من أكبر المجموعات العاملة في مختلف المجالات الطبية والتخصصات والأقسام المختلفة كطب القلب والجراحة القلبية والأوعية الدموية والطب النووي وطب الأورام سلمة إباك مسؤولة العلاقات العامة لميديكال بارك قالت إن مقابلتهم لسيدة البلاد الأولى مؤسسة مؤسسة القلب الكبير أسمرت عن نتائج تخدم مصلحة الطرفين في مجال التعاون الطبي والإنساني مضيفة بأن ما تقوم به سيدة البلاد الأولى يوضح مدى إنسانيتها واهتمامها بأبناء وطنها ميديكال بارك مجموعة من المستشفيات تعمل نشطة في الرعاية الطبية وترقية القطاع الصحي والخدمات الإنسانية منذ العام 1995 بها سلسلة من المستشفيات وعدد كبير من الأطباء وتعتبر أكبر مجموعة مستشفيات في تركيا تعمل في مجال التعاون المشترك مع عدد من الدول في العالم من ضمنها تشاد وذلك عبر مؤسسة القلب الكبير